صباح الفول احكيني عملت ايه؟ الاول الحمد لله على السلامة مبسوطين ان انت كويسة انت خفيت خلاص المسحة بالإنسالبية او لسه؟ اه الحمد لله طيب حمد لله على السلامة اولا وتجربتك اعتقد الناس ممكن تتحمس انها تسمع منها تفاصيل كتير مبهجة انت عملتها خلال ازمتك معك الحمد لله طبعا كل اللي انا عديه بيه فضل ولطف كبير جدا من ربنا الموضوع مش سهل حقيقة يعني واحد مش هيقول يعني كلام مش حقيقي الموضوع مش سهل بس هو بعدي يعني انت كمان واحدة من الناس اللي جاتك الاعراض قوية للأسف او للأسف او ويعني الدور بيتهول شوية مش زي دور البغ العادي واعراضه اشد شوية ولكن الحمد لله يعني هو بعدي مهم حاجة فعلا يعني زي ما تردت كتير ان العامل نفسك بس انا بدأت يعني لما بدأت يعني لما بدأت ظهر عليه الاعراض في الأول طبعا كنت قوله طيب نعمل عزل يوم بالنسبة للأهلي يعني ان انا عيشة عاهلي انه يعني ربنا يسهل ان شاء الله يطلع مش هو بس ايه نعمل علينا يعني بس فبدأت عزل يوم والتاني الاعراض بتزيد شغلها طب نعمل حالية بساعتها بقى تأكدت fia لم اتأكدت لما اتأكدت و بدأت تعزل نفسك قولي لي الوقت الطويل اللي كان بيعدي ده أضيتي زي ااا هذا هو أول حاجة ابتل اول ما بدأت تزاهر علي الأعراض حسيزي ان الدور داخل haliya فقلت لا أردت ان تلاف على المعنويات شغل وأكده صحيح في بداية دور بيبقى الموضوع في نوم كتير جدا أمه يعني اول 8-5 أيام أغلب الوقت ما كنتش حاسة بي من 20 ما تماما بس بعد كده بدأت بقى الموضوع الأساسي طبعا اللي هو أن أنا قررت أن أسجل كل يعني لو في حدث مميز في اليوم أو عرض في دي بظهر النهاردة فيدي أن أعمل له سكتش بزبط رسمت يومك يعني بزبط مشهد في اليوم أو حاجة مميزة جبا قررت مثلا نختار اليوم ويخلص بخدار النهاردة دا سعني المشهد الرئيسي لليوم أو الحاجة المميزة لليوم وعمل له سكتش صغير يعني حتى لما بدأت كتل سكتشات منامنا تقريبا 5-5 صنطي أو 7-7 صنطي حتى جنبي على السرير كده سكتش بك صغير وقلم عشان منساج كل يوم السكتش بتاع النهاردة كده حتى فيه أيام السكتش فيها كان ضعيفة جدا لأنه مش قادر أمسك الألم واسم كويس بس قلت لأ أنا أنا هكمل يعني كأني بكتب مذكراتي بس أنا إحنا شايفين على الشاشة أنت فعلا كأنك بتوصفي حالتك النفسية أنت رسم حاجات تعبيرية عظيمة